طيب خليني برضو أروح معاكي للأكلات وده سؤال موجود معنا أصلاً بيقول إيه الأكلات اللي أنا ممكن أكلها وتزود عندي يعني المناعة أو تساعد على المناعة لا تزعل لا ما تقوليش طوم وبصل طوم وبصل طوم وبصل ممكن على الصلطة على حجة سأناكل طوم وبصل كده لا بأذر معاكي بس هو الطوم صعب وعندك الصلطات طبعا أي حاجة فيها فيتامين سي عندك المكسرات كلها زنك زنك مهم قوي عندك الكيوي والأناناس الجوافة مصدر عالي جداً في فيتامين سي عندك الكريز كل الحاجات دي مع الطوم وبصل بقى برضو طوم وبصل بنلف ونرجع للطوم بس محدش يفتر بس طوم عشان ميجلوش كرحة الوقت ما جالي كوفيد من سنة أطمت بصلايا ما فيش خالص عرفت بقى يعني لا بي سي أر ولا حوفار هو رحت البصل هتضرد الكورونا لا كل واحد لي يعني أنا جات لي ممكن بايدا ويدا سؤال فعلا ليه كل اللي بني آدم فينا ليه أعراض مختلفة يعني عن التاني أنا أتكلم هنا عن الفيروسات تحديدا يعني نتجاتها على الجسم ده رجع لإيه؟ كل واحد وبشوق الفيروس بيخش له في الحتة الضعيفة بتاعته يعني لما أصبتني مثلا في التذوق والشم ده كان دي أضعف جزء ممكن أنا أصبتني في الودن للأسف يعني السمع وضربات القلب السمع دي أنا أقول مرة أسمح أصبتني في طنين الأزن ما كنتش بقوم بالسرير فعلا ده تبقى مؤلمة جدا ما كنتش بقوم هي فكرة هنا برضو أعراض الفيروسات المختلفة منها الكورونا فقدان الذاكرة لأن ناس كتيرة جدا بعد الكورونا عانت من الموضوع ده هل ده برضو راجع لمناعة أو لا ولا مالوش علاقة هو كل بني قدم وحظه هو الفيروس بكده بس أنا بقول على طول لازم طول الوقت أخذ فيتامينز يمكن أنا قصة الفيروس الكلام ده جالي من سنة يمكن ما كنتش لسه وقتها بأخذ الفيروس ما كنتش فهمة قد إيه الفيتامينات مهمة فمن ساعتها وأنا ماشي على الفيروس فيتامين سي فيتامين بي على فكرة مهمة جدا للمناعة ألف مولتي فيتا أنا ماشي عليه وفرق معي في مناعتي جدا 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 وفرق في الزاكرة يمكن بتشوفيني أنا هواندي هنا ويمكن في قناة تانية عندي خمس حلقات هنا وساعات المعلومات بتخش في بعض فمحتاج حاجة تنشط لي طول الوقت الحركة بتاعتي ومخي فألف مولتي فيتا الحقيقة داعم جدا لكل الحاجات